موسيقى مرحبا بكم أصدقاء المشاهدين متابعي لعب 12 وشرقية آخر حلقات هالأسبوع بالتأكيد فيها متابعة لحدث رياضي مهم وبارز وبالتأكيد المتابعة تبتي بعد الفاصل القصير اللي أتمنى من بعدها تضلون ويانا موسيقى كأس الاتحاد الآسيوي هذه السنة شكلها ومسؤوليتها غير لأنه الآن كأس الاتحاد الآسيوي حامل لقبها عراقي وبالتأكيد القوة الجوية وقبل يومين طلعت قرعة كأس الاتحاد الآسيوي اللي مثلنا بها فريقين كبار فريق الزوراء بطل الدولي وفريق القوة الجوية حامل لقب أيضا والآن وهو بطل لكأس الموسم الماضي وبالتالي فإن المهمة الآن مضاعفة على الفرق العراقية لأنه نحن حاملين اللقب وهذه البطولة نرجع ونقول من زمان كنا المفروض ناخذ لقبها لكن تأخر اللقب إلى الموسم المضى أخذه الجوية ولازم نبقى نحافظ على اللي وصلنا له الممثلاء العراق في هذه البطولة الزوراء والقوة الجوية أكيد يحتاجون لهم عمل كبير وعمل مهم القوة الجوية حامل اللقب وموجود في البطولة لكن الفريق الآخر الفريق العريق الفريق الجماهيري الفريق الكبير فريق الزوراء هذا الفريق اللي عاد إلى تمثيل العراق على المشاركات الخارجية على مستوى الآسيوي ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي بالتأكيد يجب أن يحصل علىه بكل الدعم المساندة أن نقف معاه أن نحاول أنه نلقى حلول لكي يظهر النوارس بأفضل صورة بهذه البطولة ويمثل العراق خير تمثيل إذن الزوراء بكأس الاتحاد الآسيوي هو محورنا اليوم وبالتأكيد البداية مع عزيزي السراج يتطلع بطل الدور العراقي فريق الزوراء في مشاركته الآسيوية الجديدة للتواجد بشكل قوي من خلال تدعم صفوفه أثناء فترة الانتقالات بمجموعة جديدة من اللاعبين فالنوارس إذا ما أرادت التحليق عاليا محليا وقريا فعليها زيادة قوة القطوط ومعالجة الأخطاء بشكل سريع الزوراء وقع في مجموعة ضمت إلى جانبه فرقة جيش السوري والأهل الأردني والفائزة من مباراة الملحق والتي ستجمع فريق السويق العماني بالخليل الفلسطيني ويبدو أن التوازن حاضر في هذه المجموعة مع تقارب المستويات أما صاحب اللقب الأسيوي الأخير فريق القوة الجوية فوقع مع فرق الحد البحريني والصفاء اللبناني والوحدة السوري حجم المسئولية سيكون أكبر على الصقور مع ضرورة المحافظة على اللقب والظهور بشكل جيد قدر المستطاع وينتظر الجمهور العراقي عرضا جيدا من القطبين مع تاريخهما الكبير وحجم السمعة التي يتمتع بها كل واحد منهما على مستوى العراق والعالم العربي مجموعتان متوازنتان أفرزتها قرعة كأس الاتحاد الآسيوي فالزوراء يسعى للظهور بشكل جيد فيما يروم القوة الجوية بطل النسخة الأخيرة المحافظة على لقبه مرة أخرى مع أمنيات بالتوفيق للزعيم والعريق من بغداد لللاعب 12 زيد السراج إذن هذه مجموعة الزوراء بكأس الاتحاد الآسيوي سيلعب إلى جانب الأهل الأردني الجيش السوري والفائز من لقاء شباب الخليل الفلسطيني والسويق العماني السويق العماني والشباب الخليل لعبوا المباراة على نصف بطاقة مؤهلة للمجموعة وبالتالي يذهب إلى هذه المجموعة المجموعة الثانية مجموعة القوة الجوية حامل اللقب سيلعب مع الحد البحريني الصفاء اللبناني والوحدة السوري حد البحريني الصفاء اللبناني الوحدة السوري والقوة الجوية العراقية بالمجموعة الثانية لكأس الاتحاد العسير خلونا أنتم أصدقائنا رحب بضيفنا القدير والعزيز بحلقة اليوم من اللعب 12 بالشرقية السيد شاكر الجبورية من سر الهيئة دارية لهذه الزوراء سيد شاكر بداية سعيد جدا بتواجدك ويانا دائما تلبي دعوتنا وهذا شيء يسعدنا حقيقة يعني رغم مشاغلك لكن اليوم تواجد ويانا وممنونين منك بالتالي الزوراء يعني رغم أنه يمر بفترة صعبة لكن المشاركة على المستوى الآسيوي يرادلها عمل كبير يرادلها تحضير مهم ويرادلها فريق يعني يقدر يكمل في هذه البطولة وضع الزوراء الآن قبل الاستحقاق الأول اللي هو بشهر الثنين بالبطولة الآسيوية شون تشوف سيد شاكر بسم الله الرحمن الرحيم بداية تنخل عزيز تحياتي إلك وتحياتي لكل كاذر في قناة الشرقية الإخوان العزاء المحترمين أكيد يعني دائما ما كان برنامجك يعني بالمقابل أنه بالعكس أنت كنت الدافع وأيضا الجانب الإيجابي في هذه العملية في كل يعني وقفة نوقفها في كل عملية ضغط يصير علينا بالتالي أنت المتفضل لا بالعاكس سيد شاكر هذا واجبنا أكيد يعني أكيد هذا واجب وشعور عالي بالمسؤولية ونحن نشكرك ونقدرها عاليا هذا الموضوع وأود القول أنه يعني تعرف جنابك الزوراء حاليا ليس كالعام الماضي العام الماضي هو بطل دوري وبالتالي صار عنده استحقاق هو بطولة كأس الاتحاد الآسيوي نحن دنمر حاليا في فريق أكيد ما يلبي طموحات المرحلة القادمة اللي هي كأس الاتحاد الآسيوي بعد استلام الكابتن عصام قدم تقرير الرجل يعني عنده لاعبين ممكن أن يستبعدهم وعنده لاعبين أيضا على قطرة الانتقالات الشتوية ممكن أن يجون للفريق حتى يعزز مكانة يعني خطوط كل الخطوط يعني سواء كانت الوسط أو الهجوم وبالتالي ممكن أن يكون عندنا فريق جاهز مهيئ المهمة ليست صعبة جدا ولكنها يعني ليست وأيضا ليست مستحيلة لا لا هي مو صعبة نحن فرقنا سيد شاكر نحن فرقنا جوية العام كان تحضيرها ممتاز وبالتالي كان أعلى كعمل من كل الفرق واخذ البطولة والزوراء اليوم أيضا يشارك لازم يكون تحضيرها على مستوى لكن إحنا اللي يقلقنا أنه المشاكل المادية الزوراء ما عندهم فلوس الزوراء وضعهم المادي صعب وهذا تعرف أنت سيد العارفين أكثر من عدنا هذا يترك تأثير على خيارات المدرب على استقطاب اللاعبين وبالتالي يأثر على الحضور الفني والأداء بالنسبة للزوراء من ناحية المادية أنتم شون تجهزون طلبات المدرب شوف يا أخي العزيز أنت تقولها هي ليست مهمة عراقية هي مهمة وطنية ليست مهمة تنافس على لقب دوري أو كأس هي مهمة لتمثيل العراق يعني هو من راح يمثل العراق راح يقول الزوراء العراقي وأيضا فريقنا الآخر اللي هو القوة الجوية العراقي فالمهمة طبعا وطنية أكيد لازم المفروض الكل يشعر بها المهمة يعني سواء كانت وزارة نقل اللي هي شون نقول الأول في كل شيء المفروض تكون ومن ثم وزارة الشباب واللي أوعز بها يعني احنا تعرف ضرفنا المادي دائما ما نشكيه وأكيد سيد وزير الشباب الرياضة عمل وقال أن هذا الموضوع راح يكون إن شاء الله على حساب يعني مشاركة كأس الاتحاد الأسيوي راح تكون على حساب وزارة الشباب الرياضة يعني هو راح يتحمل تكاليف عملية النقل تعرف هاي تكاليف أيضا تحتاج لها مبالغ عالية والجانب الآخر الجانب اللي هو الأهم من التكاليف والأهم من عملية السفار هو يجب أن يكون هناك مبالغ أيضا مخصصة من وزارة النقل في سنة نعم عملية استقطاب اللاعبين تعرف إحنا إذا ما عندنا مبالغ أيضا تغطي جانب ما كان فرطنا بلاعبنا يا مهند وفرطنا بالآخر يعني اللي جلبنا ممكن مبلغ إلى النادي وهذا السبب الرئيسي احنا نتمنى أيضا هذا العملية يعني يقدرها كبيرا سيد وزير النقل يعني يقول أنه هذه مهمة وطنية وليست مهمة عراقية أكيد في في جعوبته أيضا الكثير لنادي الزوراء المرحلة القادمة إن شاء الله إحنا قدمنا فتشي للوزارة وإن شاء الله نتمنى أنه أيضا يتم التواصل معانا من خلال يعني تزديد النفقات المالية لجلب بعض اللاعب يعني يعني خليني سيد شاكرا وضع هذه نقطة مهمة وزارة الشباب والرياضة هي اللي ستتكفل بتتحمل تكاليف وشاركتكم الآسيوية من ناحية النقل الطيران الإقامات بالفندق استقبال استقبال الفرق الضيف الفريق الضيف ووزارة النقل هي اللي ستدعمكم مادين حتى تشترون لاعبين وتعززون الوضع الفني للفريق هو هذا اللي هو هذا اللي رح يصير إن شاء الله يعني وزارة الشباب بلسان السيد الوزير المحترم أنه هو يعني أعطى وعد بهذا الموضوع وخلص يعني مشاركة الزوراء يجب أن تكون يعني على وزارة الشباب والرياضة وطبعا هذا وعد صار به أيضا صار به إن شاء الله أمر طيب بالتأكيد الوعد موجود إن شاء الله وزارة الشباب قادرة على أنه تفي بوعدها لكن المشكلة بوزارة النقل وتعرف يعني تكاليف استقطاب لاعبين شراء لاعبين انتدابات على مستوى المحترفين والمحليين تحتاج لها مبالغ أكد تفاقصر بينكم بين وزارة النقل على هذا الأمر لو هسي اللي رح تبدون الحديث وياهم هي هي أكو هي أكو مبالغ يعني سوف وزارة النقل من الوزارات أيضا اللي عدها فلوس يعني وتكتر أن تعطي المال طبعا إحنا ما رح نأخذ المال حتى أن بعثرها في سبيل لا طبعا أنه عمليات السفر وعمليات أكيد يعني قلت لك أنا مهمة وطنية ويجب أن يشارك بها الكل زي أيضا أنا ما أنا ما أقول أنه الآخرين ما يشعرون بالمسؤولية أكيد يشعرون بالمسؤولية وبالمهمة الكبيرة اللي رح يقوم بها نادي الزوراء وأيضا نادي القوة الجوية نادي إن شاء الله يعني وزارة النقل إن شاء الله يعني أو عدونا خير إن شاء الله يعني بالفترة القادمة رح يعززونا بمبالغ ممكن أن تكون أيضا جيدة لاستقطاب اللاعبين يعني يعني بالتفقير على مواعيد معينة للاستيلام هذه المبالغ لأن تعرف لحدا أنا أقصد بالمواعيد بلا تسمح لي سيد شاكر خلي أشرح لك السؤال لا سمحت أقصد بالمواعيد لأن تعرف أكو فترة انتقالات جاية بالشتة هذه لازم المدرب من الآن يشوف اللاعب اللي يريده اللاعب لما يريده يشوف اللاعبين المحترفين فحتى بمواعيد محددة أكو فلوس تندفع هذا أولا وثانيا معرف إذا الوزارة النقل رح تخصص شيء أكثر من الميزانية تطيقكم أكثر الفلوس إنه الآن مشاركتكم خارجية وطنية باسم العراق مو بس باسم الدوري كل الصحيحية شوف أخي العزيز يعني هي الموضوع بالنسبة للستقطاب اللاعب رح يصير زي تأخرت وزارة النقل أو أعطت يعني بفترات محددة أكيد إحنا رح نستقطب لاعبين لأن المهمة قلت لك هي مهمة وطنية وأكيد يعني الكون شاعر بالمسؤولية يعني مو فقط إدارة الزورة أكيد يعني سيد وزير الشباب عندما يعني قال إنه مشاركتكم على على تكون على وزارة الشباب أكيد شعورة بالمهمة الوطنية الكبرى تكلمها بالكلام بس نتيجة يعني تغير وزارات في وزارة النقل تغير الوزراء هو طبعا هذا اللي أربك عملية إعطاء المال للنادي يعني أنت تقلت ميزانية هي ميزانية ماكو أصلا ميزانية ماكو على مبالغ معينة ممكن أن تكون بس المبالغ رح تجيكم بموعدها وبالشكل اللي يرضيكم أنتو كإدارة وكجهاز فني حتى تفكرون يجيبوا اللاعبين بانتقالات الشتاء إن شاء الله نتمنى يكون قريبة جدا يعني أوقات المحددة اللي أيضا حددت حتى نقدر نستقطب لاعبين أيضا ذو كفاءة عالية في سبيل المهمة الوطنية بطولة كأس الاتحاد الآسيا طيب سيد شاكر أتمنى الظلويان بالتأكيد اليوم نسمع رأي كل الزورائيين من إدارة لاعبين ومدرب أيضا نسمع رأيهم حول المشاركة وما تحتاج من دعم ومساندة وأيضا أموال حتى ممثل العراق الأبيض الزوراء يظهر بأفضل صورة ويعزز نجاحات القوة الجوية بطولة الموسم الماضي سيد فلا حسن نجم الكرة العراقية ورئيس الهيئة دارينا للزوراء نتحدث لزيد السراج نتابع أستطيع أن أقول أنه مجموعة متوازنة خاصة أنه فريق الأهلي الأردني وأيضا الجيش السوري وأحد الفريقين أما فلسطيني وأما عماني هذه تخلق نوع من التوازن بالمجموعة وأكيد أتمنى أن تكون حظوظ نادي الزوراء جيدة في المشاركة الجديدة نسعى أن نجد لاعبين يسدوا الفراغ في الأماكن التي يعاني منها الآن نادي الزوراء وإن شاء الله سوف نستعد إلى هذه البطولة الآسيوية بكامل قوانا أمن كبير أنه مؤسسات الدولة تدعم نادي الزوراء لأنه يمثل الوطن وبالتالي هناك مسؤولية على وزارة الشباب وعلى وزارة النقل وكل القطاعات الرياضية أن تدعم نادي الزوراء ليحقق النجاح في هذه المشاركة ممثل العراق الآخر القوى الجوية كيف تنظر المهمته ولمشاركته والفرق اللي يوياع بالمجموعة؟ الحقيقة الآن مهمة نادي القوى الجوية باعتبار بطل كاس آسيا سوف يكون لديه حافز ودافع قوي جداً حفاظ على هذه البطولة وأيضاً مثلما طلبت من المؤسسات الحكومية أن تدعم نادي الزوراء أيضاً هذا هو طلبي للقوى الجوية أيضاً يجب أن يدعم لأنه يمثل العراق ولا يمثل نادي محلي فقط أمن كبير أن يحافظ على بطولته وأمن كبير كنادي الزوراء أن نكون نحن في النهائي نحن والقوى الجوية سيد شاكل نرجع لحضرتك قبل ما نذهب للقاء الكابتن فلاحسن اتحدثت عن حتمية التعاقد مع لاعبين جدد للزوراء بالفترة الانتقالات المقبلة تحضيراً لشهر 2 البطولة الآسيوية ما عرف إذا سيد هذه الحتمية جاية من اتفاق مع اللاعبين الكابتن عصام حمد إجا أعطاك مجموعة من الأسماع كلمت بعض اللاعبين فاتحتهم بشأن الانضمام للزوراء على البطولة الآسيوية لا شوف عزيزي هو طبعاً أكيد كل مدرب عندما يأتي إلى تدريب نادية أكيد عنده رؤية وعنده خيارات المفروض تكون وأكيد عنده الكابتن عصام كانت خيارات وهذه الخيارات هو اللي يطرح الكادر الفني تعرف جنابك الإدارة تنظم العمل الإداري وجانب الفني يبقى على الإخوان المدرب والمساعدين مالته انطرحت تداولت بعض الأسماء وأكيد راح نتحرك عليها خلال فترة انتقالات الشتوية إن شاء الله وهذه ليست فقط استعداداً لكأس الاتحاد الآسيوية وبطولة كأس الاتحاد الآسيوية إنما أيضاً يعني احنا تعرف بطل دوري والمهمة علينا أيضاً ليست مهمة سهلة أكيد أيضاً احنا ننظر إلى الدوري وننظر إلى إن شاء الله يعني نكون أيضاً منافس قوي للدوري ونتمنى أيضاً نحصل على أدرع مرة أخرى أكيد طيب كابتن يعني رتسألك رأيكم أنتوا كإدارة بالقرعة بالمجموعة الأهل الأردنية الجيش السوري الفائز من السويق والشباب الخليل الفلسطيني كيف نتشوف المجموعة؟ يعني أنا نشوف مجموعتنا متوازنة أعتقد الفرق ليست بفرق كبيرة جداً بس ستعرف كرة قدم ما بها يعني اليوم الفريق اللي ممكن أن يجتهد بالساحة ممكن أن يأدي وممكن أن يفوز يعني تعرف راح تكون عندنا المباراة الأولى يوم 20 هي بعمان يعني مع الفائز من السويق العماني أو الفلسطيني أو القليل الفلسطيني أو السويق العماني بالضبط راح تكون أول مباراة إنه المباراة الثانية راح تكون في عمان من المملكة الأوردينية الهاشمية يوم ستة ثلاثة وأيضاً المباراة الأخرى راح تكون عندنا يوم 13 ثلاثة ويوم أربعة أربعة راح تكون عندنا مباراة أكيد ننظر للفرق أيضاً الأخرى باحترام ويعني طموحنا عالي أن نكون بالنهاية إحنا والقوات الجوية نتمنى ذلك يعني سخف الطموحات عندكم بهذه البطولة هو إحراز اللقب سيد شاكر يعني أنتوا جايين لهذه البطولة والحلم الزورائي اللي هو بالتأكيد حلم عراقي أنه الزوراء جاي كيس الاتحاد الأسل ينافس على البطولة مو أنه يشارك وبانتظار أنه يسوي اللي عليها والباقي التوفيقات من رب العالمي أبداً ما راح تكون فقط للمشاركة يعني كل همتنا طبعاً بوجود وبمساندة يعني سواء كان إعلام سواء كان جمهور سواء كان لاعبين أيضاً وكفاءتهم وأيضاً كفاءة المدربين وأيضاً اجتهاد الإدارة في هذا الموضوع أكيد المهمة قلت لك ليست مستحيلة وليست صعبة جداً أكيد المهمة بها بعض الصعوبة ولكنها ليست مستحيلة طبعاً أمنيتنا أن يكون عندنا لقب لكأس الاتحاد الآسية وحتى لو كنا طرف النهائي مع القوة الجوية إن شاء الله بالتأكيد سيد شاكر خليكوا نسمع الآن رأيي الكابتن عصام حمد مدرب فريق نادي الزوراء والكابتن علاء قاطع أيضاً حارس المر ويتحدثون عن مشاركة الزوراء في كأس الاتحاد الآسية ووضع الفريق حالياً والله الآن نشوف المجموعة متوازنة أغلب الفوق مستوياتها متقاوبة وإن شاء الله تكون حظوظي نحن بهاي المجموعة أنه نقطف أحد بطاقات التأهل ونكون حسناً نظن الجم هو إن شاء الله القريمة التقليدية القوة الجوية شون نشوف مجموعته القوة الجوية أنا أعتقد أنه سيكون تحت ضغوطات لأنه الحفاظ على اللقب لأنه حامل اللقب لكن أيضاً هو قادر أنه يتجاوز المجموعة فيما تعرف اليوم أنه ظهرت أسماء الفرق اللي مشاركين بالتعاد الأسيوي اللي نطمح له هو أكيد هو كيف أنه نستعد استعداد أنه أولاً بالدوري كيف أنه نظهر بصورة طيبة كيف نصحح مسار الفريق خلال الدوري ومن ثم النظرة الثانية نكون على نظرة على بطولة التعاد الأسيوي اللي نطمح له أكيد هو نرفع اسم العراق عالياً كيف نظهر بالمستوى الفني باسم العراق أكيد أكد استقطابات خلال هالفترة خلال فترة الانتقالات نقدر أنه نعزز بها صفوف فريقنا حظوظنا يعني حسن أنه صبب صالح نحن فرقنا متوازنة خلال المجموعة قلت لك أنه لازم نظهر بفشي أنه يليقب سماعتنا وسمعتنا دينا إن شاء الله شو أن تنظر للغريم التقليد للقوة الجوية ممثل العراق الآخر وبطل كأس الاتحاد الأسيوي أكيد نفس الحظوظ نتمنى لهم التوفيق أكيد أنه لازم أنه نظهر يبقى هو الغريم أكيد التقليد للنادي الزوراء بس لازم أنه يعني هو بالحالة أنه نمثل العراق أكيد مثلا إذا كانت التجوية وإذا كانت الزوراء وإذا كانت الشرطة أو كثير يخاني ندعي لهم بالتوفيق إن شاء الله وإن شاء الله يا ربي حقهم في شيء طيب اللي قب سماعتنا إن شاء الله سيد شاكل نرجع لحضرتك يعني سمعنا بالبداية مع بداية الموسم الزوراء رح يختار قطر كأرض عراقية مضيفة للفرق اللي تلعبوا يانا فبالتالي هذا الاختيار تم خلاص اتفقتمه على شقاء بقطر على أن تكون قطر هي ملعب الزوراء بالبطولة كيس الاتحاد الآسيوي وأي ملعب اختاريته طبعا نحن تعرف جنابك يعني الإخوان الموجودين أيضا الموجودين في يعني في الاتحاد القطري أبدأوا استعدادهم وأنه سهولة أيضا الحصول على الفيزا بالتالي عندما اختارين قطر هي هاي المبارات أيضا ملاعب جيدة جدا وتدري هاي عندما واحد الإنسان عندما يريد يقدم لك خدمة وأنت يعني بحاجة لها أكيد تحترمه وتجل يعني نقدم لهم كل الويد والاحترام وأيضا أخواننا عزاء قام بهذه المهمة هناك نستقلنا هذا الأمر الكابتن مجبل فرطوس طبعا نشكره من خلال قناتكم نعم وأيضا تعرف القوة جوية أيضا صار أي نعم يعني قطر هو مكانهم زي فراح إن شاء الله نكون جيران بس إحنا نطمح أن نكون يعني الفائز بالبطولة يعني جيران وحبايب سيد شاكر أي مهمة إذا بس جيران أصير مشاكل بين الجواري جيران وحبايب جيران وحبايب أي أحلى لا لا جيران وحبايب بس نتمنى أن نكون إن شاء الله يعني البطال لكأس الاتحاد الأسر أكيد نتمنى ذلك طبعا رتبتوا الأمور اختاريتوا ملعب له بعد يعني العام الجوية اختاروا ملعب الوكرة لا لا اختارينا ملأ اختارينا اللي هم الوكرة طبعا الملعب الجوية طبعا راح يكون الوكرة واحنا راح يكون ملعبنا العفو نادي العربي القطري طبعا أيضا ملعب جيدة جدا اكيد اختارينا رسميا وطبعا عطينا ملف كامل يعني تعرف أخوان موجودين الأخ عبد الكريم رزاق والأخ أبو أزاد موجودين في ماليزيا لعملية حضور القرعة وقدمنا ملف كامل يعني الفندق واسمه واسم الملعب ويعني مكانات التدريب ومكانات الإقامة ويعني الفريق الضيف فيما يخص الفريق الضيف تعرف هل مفروض كلها نقدمها وقدمناها أيضا ملف كامل راح يكون كلها في قطر إن شاء الله طيب سيد شاكر تذفذب المستوى بالدوري بالنسبة للزوراء أمر واضح ومقلق بنفس الوقت للجماهير اللي تعشق الزوراء وللجمهور العراقي اللي يهم أنه مظهر الزوراء خارجيا يكون بأفضل صورة تتفقون معي على هذا التذفذب أولا ونتفق كلنا أنه الفريق بحاجة لإصلاحات هواية على كل المستويات حتى يكون بجاهزية زينة منها شهر الاثنين أكيد والله يا أخي العزيز يعني ما وحد يتمنى أن يكون مستوى يعني مستوى فريق بهذا المستوى اللي موجود بس إحنا ما نبخص كل اللاعبين أكيد بعض اللاعبين رح يكونون خارج أسوار الزوراء والأفضل ممكن أن يبقى في داخل الزوراء لأن تعرف مهمتنا أيضا محافظة على اللقب هذا أيضا ضغوطة أيضا كبيرة جدا للعب للزوراء اليوم ما يلعب بشكل يعني لأي نادي ثاني أكيد الجمهور إلى حق وسمعة الفريق إلى حق تاني فإحنا نجتهد في هذا المجال وأكيد الاجتهاد الأكبر سيبقى على اللاعبين وأيضا الكادر الفني إن شاء الله نساعد اثنين نسوة أو ثلاثة نسوة أو كل نسوة سواء إعلام أو إدارة أو جمهور أو لاعبين أو كادر فني في سبيل أن ينهض الزوراء من جديد ويكون إن شاء الله على منصات التتويج إن شاء الله سواء قبل شوية قلت أكيد رح نجيب لاعبين ونآن قلت أكيد رح نسرح لاعبين ونستغني عنهم طبعا بدون ذكر أسماء بالتأكيد ما نريد طبعا لكن عدكم قرارات فعلا وقناعات إنه أكو لاعبين رح يتم الاستغناء عنهم يعني هالقناعات ما بنيت على أساس يعني فوضوي أو أساس آخر أو أساس إداري وإنما هذه القناعات بنيت على أساس قناعات فنية ليست قناعات إدارية الكادر الفني قدم ورقة كبيرة جدا وأيضا بها بعض الملاحظات اللي ممكن استبعاد لاعبين وممكن جلب لاعبين آخرين وأكيد الأفضل رح يبقى واللي ما قدم شيء للزوراء هذه العملية احنا طامحين احنا طامحين سيد شاكر بس اسمح لي هاي عملية الورقة اللي يمطعكم ياها المدرب حتى تستقطبون لاعبين وتستغنون بالمقابل عن مجموعة أخرى ورقة بالأسماء ولا بالمراكز يعني قلكم أريد المكان الفلاني ولا قلكم أريد استغني عن اللاعب الفلاني لا لا هو شوف عملية يعني استبعاد اللاعب أوبقاء هو هذا من اختصاص الجانب الكامير الفني يعني ليس من اختصاص الادارة أيضا ستكون أسماء مشخصة طبعا هو أراد بعض المراكز نعم وأيضا كتابها الرجل وأيضا كتاب أسماء بالنسبة فيما يخص الكادر الفني كله ليس المدرب فقط وإنما كادر الفني وأيضا عدنا احنا لجنة فنية موجودة بالإدارة فقط دول اللي راح يكون مشاركين في عملية استبعادة أو بقاء اللاعب نعم طبعا هذا يعني بعيدا عن الجانب الإداري جانب فني بحث جدا في هذا المجال يعني ممكن للإدارة شارك في هذا القرار بعض الناس القرار الأول والأخير هو الكادر الفني اللي يتحمل أيضا يعني المسؤولية الأولية ومن ثم تجي المسؤولية تباعا طيب سيد شاكر ثقة مطلقة بالجهاز الفني بالكابتن عصام حمد ومعاونيه بهذه المهمة المحلية والآسيوية يعني كل الدعم إليه كل المساندة إليه بالتأكيد اختياركم لعصام حمد والناس اللي وياه هو يعزز هذه الثقة لكن البطولة كبيرة ومتطلباتها أيضا كبيرة بالتالي ثقة حاضرة بالمستوى المحلي وبالمستوى العاسيوي لعصام حمد وجهاز الفني أكيد شوفوا الكابتن العصام ما جاء أيضا اعتباطين يعني داولت مجموعة من الأسماء المدربين وأكيد من وقع عليه الاختيار راح كانت مسؤوليتها أكبر طبعا وأكيد من يتحمل هذه المسؤولية أكيد راح يبدل جهد أكثر راح يعطي من نفسه أكثر وحتى اللاعب أيضا نيجي للزوراء في المرحلة القادمة بالنسبة لانتقالات الشتوية أيضا راح تكون عليها مهمة أكبر لأنه تعرفت النهوض بالفريق من جديد وأيضا المشاركة الآسيوية أيضا يعني مو مشاركة عراقية مشاركة وطنية فأكيد المهمة راح تكون أصعب بس نحن كل ثقتنا أيضا وضعناها في كادرنا الفني كابتن عصام أيضا إلى تاريخ أيضا في الزوراء سواء كان لاعب وإن شاء الله راح يكون كمدرب إلى بصمة إن شاء الله ونتمنى أنه يوفق في هذه المهمة ونتمنى كلنا نساعد على هذا الشيء سواء كنا قلت إعلام أو جمهور أو إدارة في سبيل أن ننهض من جديد هذا سيد شاكر راح نحكي به بعد بعد من نشوف هذه اللقاءات مع الكابتن نجم الكرة العراقية الكابتن حيدر عبد الأمير والكابتن كرارة محمد أيضا يتحدثون عن مشاركة الزوراء نسمحهم ونرجع نكمل مع سيد شاكر جبور أعتقد مجموعة متوازنة نوعاً مرح الأفضلية تميل إلى أكيد المصلحتنا فريق الزوراء والفرق العلاقي بصورة عامة في هذه البطولة أعتقد متوفقين على أغلب الفرق الموجودة في البطولة لكن نتمنى أن يصبح عمل جاد من قبل الفريق من قبل كهذا التدريبي من قبل اللاعبين أن نفكرون مجموعة ونستسهل المجموعة ندخل بقوة من البرايات الأولى نحسم التأهل من الدور الأول إن شاء الله وقادرين على ذلك وإن شاء الله التوفيق لكل شون نشوف مجموعة القوى الجوية الغريم التقليدي قدت لك الفرق العراقية لحظوظ كبيرة في التأهل للدور الثاني والوصول لها بعد ما يمكن وشوفنا القوى الجوية حققوا البطولة العام الماضي أو هذه السنة فنتمنى لهم التوفيق أيضاً مجموعتهم أعتقد جيدة قادرين بطولة مجموعة لابس فيها تقريباً مجموعة الفرق أكثرية من الساوية بس أكيد يبقى نادي زورة نادي عريق وكذا بطولة مشارك بس إن شاء الله رح نرفع المستوى إن شاء الله الأفضل بها المجموعة رح ننافس أكيد يعني إحنا جاي ننافس بالدورة بطولة آسيوية مصلحة بلد رح نقدم كل ما عندنا رح نرفع إن شاء الله باسم العراق أكيد يعني مجموعتنا يعني مهمة تكون ما نقول مجموعة سهلة مجموعة الفرق اللي تأهلت أكيد يعني مستاوية تقريباً بالمستوى بس إن شاء الله رح نقدم كل ما عندنا مجموعة مجموعتنا ومجموعتنا نادي جوية يعني تقريباً مستاوية كل التوفيق لنا وكل التوفيق إن شاء الله نادي جوية بها المطلة آسيوية سيد شاكل نرجع لحضرتك بتأكيد مدربين لاعبين تشوف النادي الزورة قادر على أنه يحتضن كل هذه الأطراف حتى يظهر فريقة بأفضل وضع ممكن دور الوزارة شنو؟ وزارة النقل وزارة الشباب دوركم أنتو كمجلس إدارة نادي الزورة دور اللاعبين دور المدرب وحتى دور الإعلام وشارع الرياضي مهم كل من يعرف دورة حتى يظهر ممثل العراق بأحسن صورة شوف أخي العزيز يعني أنا سمعت كلام الكابتن حيدر أكيد يعني هذا ينم عن ثقافة كبيرة وينم عن أيضا يعني شعور بالمسؤولية عالي جدا نا نتمنى أن كل اللاعبين يحذون هذا الحذور عندما يتحدث بهذا النفس أكيد حتى اللاعب الذي ممكن أن يكون شاب وممكن أن يكون في مستوى ثاني عندما يسمع زميل الكابتن حيدر بهذا المستوى وأكيد راح يكون عنده حافز أكبر لتقديم ما هو أفضل للنادي نعم المهمة قلت لك هي يعني ليست سهلة ولكنها ليست أيضا يعني مستحيلة طبع هنانا احنا كمجلس إدارة أكيد نعمل ومنذ تولينا المسؤولية أيضا نعمل على أن نرفع اسم الزوراء عاليا المهمة الثانية أيضا ويقع على الجانب الثاني اللي هو الجمهور يعني الكبير لنادي الزوراء أكيد الجمهور يزعل عندما يعني هاي النتائج يشوفها حقا نتائج ما تتلبي طموحها وأكيد هذا من حق طبعا هذا أنا أنا ما أقول مو من حق بس أيضا احنا نقول يا أخوان المفروض الفريق من نشوفه يعني مو مستوى ذاك اللي ممكن أن يكون معهود المفروض توقف ويا أكثر بعد يعني ممكن أن نشد على أزراء ممكن أن نشجع أكثر وانتوا تشوفون الفرق يعني ممكن فريق ليفربول ممكن عشرين سنة ما ما أخذ الدوري و 25 لا تقلل يقول لك بقى يشجعوا ويكتبوا اللافتات لن نتخلى عنك أكيد يعني أنا ما أقول الإخوان مو أوفيا بالعكس يعني أنا أقول هذا الزعل مبرر والله يعني كثير من الجمهور أنه يسعى بهذا الزعل ومبرر زعلهم ما يخالف بس أيضا المفروض من نشوف فريقك يعني بدأ محتاجك في هذا في هذا الموضوع أكيد أنت المفروض تمطيه وأيضا للمهمة الأخرى أيضا على أخواني الموجودين في الإعلام الرياضي المهمة نحن نقول شجع الزوراء فقط في يعني الدوري أنا أقول مهمة وطنية الكل عليها أكيد أخواني الأعزاء في الشرقية هم يعني متبنين النهج الوطني وأولهم جنابك العزيز وأنت يعني طبعا ما كنت دائما مبادر في هذا الموضوع يعني في سبيل دعم الزوراء يعني ليس إطراء إلك أو مجامل إلك وأنا ما حقيقة أقوله الله يسلم هذا واجبنا واجبنا غصبنا علينا نحن نوقف مع كل قيمة كبيرة بكرة القدم العراقية وبالرياضة العراقية سيد شاكر أكيد يعني الزوراء باقي والكل يرحلون سواء كانت إدارة أو لاعبين أو مدربين فأكيد يعني الموجود حاليا المفروض ينطي من نفسه ينطي من جهده سواء كانت إدارة أو لاعبين أو مدربين أو جمهور وأيضا إعلام الكل المفروض يشارك في هذه المهمة المهمة ليست يعني قلت لك ليست مستحيلة ولكنها ليست أي من سهلة يعني سيد شاكر اطمننا سيد شاكر سيد شاكر لو تسمح لي اطمننا أنه الزوراء رح يدخل المنافسة العسيوية وهو جاهز تماما وبأفضل الكل عدوما الرغبة سواء كانت إدارة أو لاعبين أو كادر فني الكل عدوما يعني هاي الرغبة وأنا أشوفها حتى في الإعلام عدوما رغبا يريدون الزوراء يظهر لأنه جماهير تعال يتعرف الته وأيضا اسم لا يمكن أن يساوم علي أحد الموجودين أيضا الهم رح تكون قلت لك بالانتقالات إن شاء الله رح تكون أيضا همة موجودة وأيضا الفريق إن شاء الله رح يعني يصعد إلى مراتب على إن شاء الله في الدوري ويستعد الاستعداد جيد إلى البطولة الآسيوية إحنا دا نعمل ودا نعطي كل ما من جهدنا ومن وقتنا وأيضا نبذل كل ما يعني نملكه في سبيل أن تكون لنادي الزوراء بصمة إن شاء الله في كأس الاتحاد الآسيوية إن شاء الله هذا ما نتمنى وهذا ما نعمل عليه وهذا ما بالتأكيد يعني نحلم به إنه زوراء والقوة الجوية بكأس الاتحاد الآسيوي تكون مشاركتهم غير الكرة العراقية أعلى بكثير من كل الاحترام للفرق اللي تشارك بكأس الاتحاد الآسيوي القوة الجوية حامل اللقب الزوراء فريق يمثل العراق بجماهيريته وشعبيته وتاريخه إحنا واجبنا نقف معكم مع الزوراء مع القوة الجوية مع كل من يمثل مثل ما قلنا إنجاز وتاريخ لكرة القدم العراقية كل الشكر الجزيل لسيد شاكر الجبوري أميسر الهائدارية نادي الزوراء على وقتك على تواجدك وانا وعلى كل الإضاحات المهمة الحقيقة التي طرحتها بحلقة اليوم من اللعب أطلع شكرا لك سيد شاكر نتمنى الموفقية للزوراء ولي الجوية حلقة اليوم مصدقائي انتهت وبالتأكيد بانتهاءها تتهي حلقات هذا الأسبوع نلتقي لأحد إن شاء الله أتمنى لكم أطلع نهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة